هز انفجار بسيارة مفخخة أحد أحياء محافظة كربلاء المقدسة ما أسفر عن سقوط 16 شخصا بين شهيد وجريحة فيما دعا رئيساء الجمهورية والبالمان الأجهزة الأمنية إلى اليقظة وتعقب ومحاسبة المتورطين في هذا الحادث استهدف تفجير بسيارة مفخخة منطقة قرب حي الموظفين وسط محافظة كربلاء المقدسة وأصفر عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابة 11 شخص آخرين وأوضح مصدر أمنية أن سيارة مفخخة كانت مركونة في حي الحسين وسط المحافظة انفجرت ما أصفر عن وقوع قتلى وجرحة وطوقت قوة أمنية ثم كان الانفجار ومنعت الاقتراب منه تحسبا لوقوع انفجارات أخرى فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى والجثث للطب العدلية من جهته دع مجلس محافظة كربلاء الحكومة إلى فتح تحقيق بشأن التفجير ومحاسبة المتورطين فيه وفي أول رد دان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم التفجيرات التي استهدفت اليوم كربلاء ومناطق النهروان والكريعات بالعاصمة بغداد ودع معصوم السلطات الأمنية إلى مضاعفة اليقظة فضلا عن بذل كل جهد للقبض العاجل على الجناه لافتا إلى أن هذه الهجمات البربرية النقراء يجب أن لا تمر بلا قصاص عادل وسريع وبدوره أدان رئيس مجلس النواب سليم لجبوري التفجيرات فيما أكد أن هذه الهجمات الإرهابية يجب أن لا تمر بدون محاسبة الإرهابيين الذين يستهدفون المواطنين الأبرياء ودع الأجهزة الأمنية إلى اليقظة والحذر وبذل جهود مضاعفة للكشف عن الجهات التي تقف وراء سفك دماء العراقيين الأبرياء